متابعة للزيارات الميدانية التي يقوم بها وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان تستهل الزيارة بمقر الإذاعة الموريتانية حيث تجول الوزير داخل مقرات مختلف القطاعات بدءا بقطاع الأخبار والقطاع الفني الذي اطلع فيه الوزير على التحديثات الفنية في الإذاعة كالنقل المباشر السمعي البصري مرورا بالمكتبة وما تشتمل عليه من التراث الثقافي من برامج مطبعة ومخطوطات متعددة وصولا إلى الإرشيف الصوتي للإذاعة الذي يحتوي على مقاطع صوتية قديمة يعود تاريخها إلى ما قبل الاستقلال كما تمت زيارة مقر المحورة وإذاعة القرآن الكريم والطالع الوزير عن قرب على سير عملها وعلى همش الزيارة تم تنظيم جلسة نقاش جمعت آراء رؤساء القطاعات والتي تحدثت عن التطورات والإصلاحات الحاصلة في مختلف القطاعات كما عبر مدير الإذاعة محمد عبدالقادر أعلاد عن ارتياحه لغروف سير العمل الإعلامي داخل المؤسسة ملخصا مطالبها في مطلبين الأول ضرورة تعزيز والدعم قناة المحورة وإذاعة القرآن الكريم من أجل توصيل الرسالة الشنقيطية حسب قوله كما أكد باسم العمال أهمية حل مشكل المتعاونين وبدوره شكر الوزير جميع عمال الإذاعة على المساهمة المقدرة في تكريس الإعلام العمومي مؤكدا أنه سيسعى بكل جهد إلى حل كل تلك المشكلات وخاصة مشكل المتعاونين قمت اليوم بزيارة إذاعة موريتانيا ضمن الزيارات التي نقوم بها للمؤسسات الإعلامية والثقاهية كانت فرصة مناسبة للحديث عن التوجيهات الأخيرة المرتبطة بتسيير الشأن العام وما يحمله من إعلاء لقيم الاستقامة والنزاهة والقرب من المواطن في تقديم الخدمة للمجتمعين والمرفق العمومي واستعرضت أيضا مع مديرها العام ومع عمالها مختلفة لانشغالات التي تعترض الإذاعة ولكن كذلك كانت فرصة الاستعراض المكاسب التي تحققت في ظل الإصلاح الإعلامي وما أتاحه من تعزيز المفاهيم الخدمة العمومية والإصلاح الإعلامي وتغريب الخدمة وتوسيع وتنويع الهضاءات التابعة للمؤسسة تم التأكيد خلال اللقاء اليوم على المزيد من إعلاء قيم الاستقامة والنزاهة والقرب من المواطن في إدارة الشأن العام وكذا الشأن بالنسبة لتسريع الإصلاح الإعلامي بما يقتضيه من تعزيز للخدمة العمومية وما تفرضه من انفتاح وترقية للغاة الوطنية وتوسيع لتكريس حق المواطن في إعلام نوعي مهني متنوع أما المحطة الثانية فكانت سلطة تنظيم الإشهار وهي التي تعنى بتنظيم التشريعات والقوانين المنظمة للإشهار وداخل مقرها تجول الوزير بدءا بمقر الصندوق الفني لمعنى بتقديم الاستشارات الفنية واستمع الوزير إلى بعض التفاصيل عن هذا الصندوق وأبرز التحديات التي تواجه السلطة والتي أجملها مدير السلطة محمد عبد الله حبيب في ضعف وعي الناس بالمضامين القانونية وعدم اهتمامها بها وخلال الزيارة نظم اجتماع قدمت فيه ورقة تعريفية عن السلطة واهتماماتها وأبرز الانشطة التي نظمتها خلال الفترة الماضية كما استعرض بعض عمار سلطة التنظيم الإشهار بعض المشاكل وأكد الوزير ضرورة حلها وهو ما سيعمل القطاع على تنفيذه حسب قوله جولات تفاقدية وزيارات ميدانية تدخل في إطار المتابعة والتدقيق في سير عمل المؤسسات الإعلامية والثقافية من أجل التحسين من أدائها والرفع من مستوى القطاع